اشتركوا في القناة الدولية قدوا جلسة حول سوريا والمبعوث الأممي يقول إن الحل بات دوليا ولم يعد بيد السوريين ومن ارتقب جرائم حرب أفلت من العقاب الرئيس التركي يقدم ثلاثة سيناريوهات لإنهاء الحرب في سوريا ثلاث منظمات روسية تقدم شكوا ضد مرتزقة فاغنر في قضية قتل سوري مظاهرة في ذكرى الغاشرة للثورة عم الشمال السوري رسمنا أحلامها بأيدينا كتبنا حروفها بدماء شهدائنا لتغدو لوحة فنية فريدة عنوانها في تمام العقد نجدد العهم أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد جدد في نظام أسد من بينهم وزير خارجياته فيصل المقداد ومستشاراته لون الشبل وفد وزير الخارجية البريطانية دومينيك رعب أن العقوبات على أفراد نظام أسد الجدد جاءت لدورهم في القمع المنهجي الشامل على المواطنين السوريين الذين يفترض عليهم حمايتهم على حد تعبيره وضف أن نظام أسد عرض الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ وطلب بالإصلاح السلمي معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن الدكتور ممتاز سليمان المختص بالقانون الدولي مرحبا بك معنا دكتور ممتاز دعني أسألك بداية عن تعليقك على هذه السلسلة والمواقف من الحكومة البريطانية بفرض عقوبات بدأت بأسماء الأسد وبدأت تطار مسؤولين كبار في نظام أسد مساء الخير طبعا بعد عشر سنوات من الثوى السورية بدأت حكومات في الغرب تحرك نوعا ما وهذه بادرة إيجابية أخرى بعد أن فتحت الشرطة البريطانية حقيقة بدائيا حول أسماء الأسد وزوجة بشار الأسد ودورها في جراءة مفرب اليوم يقوم وزير الخارجية بالإعلان أن الحكومة البريطانية قد فرضت حزمة من العقوبات على المقربين من نظام بشار الأسد وزير الخارجية والمستشارة الخاصة به وهناك بعض رجال الأعمال وأيضا هناك إثنان من جنرالات الجيش طبعا هذه خطوة إيجابية أخرى نتمنى أن تكون هناك من الدول الأخرى أيضا خطوات إيجابية بهذا الاتجاه وأن تكون هناك تعلن إرادة دولية لمحاكمة هذا النظام على الجراءة التي قام بها بحق الشعب السوري طبعا هناك أنوه بأن هذا أول شيء أول شيء تفعله بريطانيا بعد خروجها من الاتحاب الأوروبي بمفادها فرض عقوبات على هؤلاء من المقربين من نظام بشار الأسد طيب دعني أسألك دكتور ممتاز في القانون البريطاني ماذا تعني فرض عقوبات على شخصيات مغينة؟ يعني هو في القانون الدولي ليس في القانون البريطاني لأنه بريطانيا من المجموعة الدولية عادة عندما يكون هناك عقوبات حسب العقوبة هل هي عقوبات اقتصادية هل هي عقوبات سياسية هل هي عقوبات دبلوماسية مثلا هذه العقوبات تفرض حسب نصوص القانون الدولي مثلا الآن وزاعة الخارجية صردت حجم من العقوبات أهمها هي عقوبات اقتصادية طبعا هذه الشخصيات منعها من السفر مثلا إذا كانت دخلت إلى الأراضي البرطانية سوف يتم اعتقالهم وسوف يتم التحقيق معهم هذا أول شيء إذا دخلوا إلى الأراضي البرطانية نحن لا نقول أنه قد تم وضعهم على لا يحدث أن تقول دولي لا ليس بعد لكن عندما يكون هناك إشارة على عقوبات هناك يليها أيضا إشارة إلى فتح تحقيقات وإشارة إلى أنهم سوف يكونون في لائحة المطلوبين للمحاكمات الدولية لنسأل عن الوقت أيضا دكتور ممتاز لماذا الآن تحركت بريطانيا في أي سياق دولي تأتي تحركات المملكة المتحدة المملكة المتحدة تحركت على ما أظن على ما أظن أن هناك تفاهمات دولية لا نعرف بين مين ومن لكن أنا حسب اعتقادي واستنتاجي من ما يحصل هناك تفاهمات دولية حول هذا الموضوع حول موضوع السوري حول إيجاد حل الملف السوري إيجاد حل الملف السوري ولكن أي حل نحن لا نعلم الشعب السوري لا يعرف من هو الحل الآن هو حل دولي طبعا أنا حدث أكثر من مرة هو الحل يدى الدول إذا تفاهمت الدول سيكون هناك حل إن لم تتفاهم هذه الدول التي هي موجودة على أرض سوريا لن يكون هناك حل حتى لو بعد عشر سنوات أنا أشكرك جزيلا شكر الله وشاركتك معنا دكتور ممتاز سليمان المختص بالقانون الدولي كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الهاصم البريطانية لندن من جهة أخرى عقد مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو جلسة حول الأزمة السورية قال فيها المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون قال إن الصراع بأت دوليا ومعظم قضايا حله ليست بيد السوريين وإضاف بيدرسون أن من ارتكب جرائم حرب أفلت من العقاب متهماً للمجتمع الدولي بالفشل في تخليص السوريين من الحرب خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية وقدم ثلاثة سيناريوهات لحل الأزمة في سوريا وذكر أردوغان في مقال له على بلومبرغ الأبريكية أن أولى الخيارات هي قبول أوروبا بدور المتفرج يخلق تهديدات جديدة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية أما الخيار الثاني فهو بذل كل جهود العسكرية والاقتصادية والسياسية لحل دائم في سوريا أما الثالث يكمن في دعم الغرب لتركيا باتخاذه موقفاً واضحاً من الأحزاب الانفصالية وتوفير الدعم اللازم للبعارضة الشرعية معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب الصحفي الأستاذ زياد الرئيس مرحباً بك معنا أستاذ زياد بداية دعني أسمع تعليقك عن هذه التحركات الدولية وآخرها هو التصريحات التي أدل بها اليوم المبعوث الأمم جير بيدرسون نعم نسأل خير لكم أستاذ المشاهدين يعني تصريحات السيد غير بيدرسون هي متأخرة جداً الحقيقة أن العقابية السورية خرجت من الحل السوريين خرج الحل من العقاب السوريين يعني منذ سنوات الآن يطالب المجتمع الدولي بالتدخل هو أنه يتحدث عن إطلاع مرتكبي جرائم الحرب من العقاب قبل أن يتحدث عن عقاب مرتكبي جرائم الحرب يجب أن يتم التدخل الآن لإطقاب جرائم الحرب التي تحصل هذا أهم بكثير يعني عندما نحن لا نتحدث عن جريمة حرب قدرتكبت وأننا نطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبيها نحن لدينا الآن جريمة ترتكب في هذه اللحظات ولدينا جرائم سترتكب في يوم غد المطالب من المجتمع الدولي الآن أن يتدخل فقط على أقل تقدير لإيقاط الجرائم ثم ننتقل لفكرة محاسبة مرتكبيها الجرائم ومن أفلته من العقاب كما طلب السيد غير بيدرسون ولكن تعودنا على لهجة بيدرسون أن تكون أكثر براغماتية ولا يكون فيها هذا القدر من الصراحة فيما يتعلق بالسوريين وخروج القضية من يدهم وباتت في حضن الدول المعنية وإضافة إلى موضوع جرائم الحرب توافق الرأي؟ يعني أنا أتوقع أن خطابات السيد غير بيدرسون في الأشهر الأخيرة دعنا نتحدث عنها بعد فشل ما أتموه فشل الاجتماع للجنة الدستورية الذي كان متوقع له أن يفشل ولم يتوقع أن يكون أغل من ذلك أتوقع أنه خطابه خطاب شخص سياسي دبلوماسي يتوجه إلى تقديم الاستقالة يعني هذا ما أستطيع أن أقوله وعندما يتحدث بمبعوث أممي بهذه الطريقة وبهذه الحدة عادة ما تكون هذه أيامه الأخيرة وينوي أن يقدم استقالته أو أنه أبلغ أنه سينهى عمله وأنه لم يفشل بالمهمة وإنما تقاغس المجتمع الدولي عن تماماً هو أرادة يعني هو يريد الآن الآن هو اكتشف كل ذلك يعني أتوقع عندما يأتي شخص مبعوث أممي لقضية أو لملف دولي ويسم استلام هذا الملف لديه آلات المستشارين والأشخاص الذين يشرحون له ما حصل سابقاً من عرقلة وما حصل هناك وما حصل هناك يعني هو يتحدث وكأنه هو المبعوث الأول وهو الوحيد الذي خرج بهذه النظرية هذا شيء معروف لنيأتي بجديد يعني مطالبة المجتمع الدولي وأن المجتمع الدولي مقصر نعم هذا ندركه تماماً كنا نتمنى أن يأتي السيد غير بدرسون من بداية توليه هذه المهمة بهذا الخصاب كان الأجدر به أن يتحدث بهذا الخصاب من اليوم الأول الذي تقدم فيه واعتمد أنه هو مبعوث القضية السورية لفالح ألمين العام لمجلس الأمم المتحدة كأنه ربما سيغير شيء أما الآن هذه لغة الوداع كما هي العادة لكي يكون أنه أفشل في مهمته رغم أنه أضاع كل وقته بين إيران وطهران ودمشط وموستو واجتماعات لا وزن ولا قيمة لها وهو يعرف تماماً أن الموضوع كان عبارة عن تسويق غلى موقع بلومبرغ الأمريكي كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقال قدم فيه سيناريوهات للحل في سوريا ما رأيك بها هل هي فعلاً واقعية يعني الحلول التي قدمها سيد أردوغان هي حلول تركية وهي تناسب تركيا حصراً لا تناسب أي مواطن سوري يعني أن يهدد أن يهدد الاتحاد الأوروبي بمزيد من اللاجئين في حال كان تمر بالوقوف هذا الخطاب عهدنا أن يقال أنه أن توفر يوفر الدعم وموقف خاص من الدول الغربية لتركيا يعني هذا يعني تحقيق أهداف تركيا في كل شيء في قضيتها الداخلية مع الأحباب التردية في قضيتها مع الجونان في دول السوار في قضيتها في ليبيا في بحر مصر مع مصر يعني كل هذا ليس حلاً سورياً وهذا ليس حلاً سورياً بس في خيار الثاني مشا ما نقفض على الموضوع الخيار الثاني يقول لك بذل كل الجهود العسكرية السياسية والاقتصادية من أجل إيجاد حل دائم للقضية السورية أليس محقاً بهذا أو يمكن تطبيق هذا الأمر؟ يعني بذل الجهود العسكرية والسياسية وما إلى هناك هذا الخيار هو غير واضح يعني المعالم هل هي أول مقصود هو أن يكون هناك حرب عالمية؟ لا أتوقع أن الدول الغربية والمجتمع الدوليين على التعداد أن يخوض حرب حقيقية مع روسيا والطين وإيران في سوريا يعني هذا أتوقع أن يكون أفضل حلول للسوريين الآن هو أن تتدخل الدول بشكل فاعل لإفقاط النظام وأن يكون هناك خطة تمتلك جزء من الشرعية في سوريا هذا مقصود يعني بمعنى أنه حل يعني كلامه فيه فيه شيء من العمومية والكلام الفضفاض ويحتاج إلى مزيد من التفاصيل على كل الأحوال شكراً جزيلاً لك ولمشاركاتك ولمشاركاتك معناه أستاذ زياد الرئيس الكاتب الصحفي كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من عمان أغللت ثلاث منظمات غير حكومية نها قدمت شكواً في روسيا ضد مرتزقة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سورياً عام الفين وسبعة عشر بوحشية كبيرة أملة في تسليط الانتباه على هذه المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكراملين وقالت المنظمات الثلاث وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجبعية ميموريال الروسية قالوا فيه بيان بأن هذه المرة الأولى التي تقام فيها خطوة من هذا القبيل من جانب أقرباء ضحية سوري ضد مشتبه به روسي أو مشتبه بهم روس يحيي السوريون في الداخل السوري وفي دول الوجوء الذكرى العاشر لانطلاق الثورة السورية وشهدت ساحة المحراب وسط مدينة إدلب مظاهرة مركزية شرق فيها الألف من السوريين الذين توافدوا من مختلف مناطق الشمال السوري يا لالا لو يا لالا يا ربنا لو يا لالا يا لالا لو يا لالا وستغل حلنا بالقالة يا لالا لو يا لالا لو يا لالا والا لو يا لالا والقرى مظاهرات حاشدة في ذكرى العاشرة لانطلاق الثورة منها عزاز وعفرين والباب اشتركوا في القناة بالتزامن مع المظاهرات التي شملت مختلف المناطق في الشمال السوري وبشارقة منهم في الحراكة السورية الرافض لوجود بشار ونظامه عض النشطون في السويداء الى نشر لافتات لا تترشح يمشرشح غلى الجسور والجدران متضمنة عبارات ساخرة من بشار وتلاقي هذه الحملة تفاعلا كبيرا من السوريين داخل سوريا وخارجها وصلوا اياكم لختام هذه النشرة شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر